الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره أن جعلنا من أهل الإسلام ويسر لنا الوصول إلى هذه المواطن الشريفة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة الأعزاء أهنئكم بعشر ذي الحجة وهي عشر فاضلة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه العشر فأوصيكم بكثرة الأعمال الصالحة فيها وأوصيكم بالإكثار من ذكر الله تعالى كما قال فاذكروني أذكركم وهكذا أوصيكم برحمة بعضكم لبعضكم الآخر فإن رحمة الله تتنزل على الراحمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ولنتذكر سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وكيف كان رحيما بالخلق كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ونتذكر شيئا من سيرته وسنته ولهذا نعقد هذه الدروس في تناول شيئا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أخرجها الإمام الصالح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء فلنتشرف بالاستماع لشيئا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فليتفضل القارئ بارك الله فيه وجزاه خيرا الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته القصوى مردفا أسامة بن زيد رضي الله عنهما ومعه بلال رضي الله عنه ومعه عثمان بن طلحة رضي الله عنه من الحجبة حتى أناخ في المسجد عند البيت فدعا عثمان بن طلحة فأمره أن يأتي بمفتاح البيت ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب فأطال فلبث فيه ساعة ثم خرجوا وأتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وابتدر الناس الدخول قال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وكنت أول الناس دخل على أثره وأجد بلالا قائما بين البابين من وراء الباب فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم صلى فيه قلت في أي قال بين الساريتين التي على يساره إذا دخلت جعل عمودا عن يساره وعمودين عيمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة سطرين ثم صلى وجعل باب البيت خلف ظهره واستقبل بوجه العمود الذي يستقبلك حين تلج حين تلج البيت بينه وبين الجدار ثم خرج فصلى على وجه الكعبة ركعتين قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى من سجدة قال نافع وكان ابن عمر إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه قال وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء قوله عن ابن عمر وعبد الله بن عمر الصحابي من الخطاب من علماء الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح مراد به فتح مكة وكان في السنة الثامنة للهجرة في شهر رمضان وكان الفتح في اليوم السابع عشر من شهر رمضان أقبل من أعلى مكة أي من الجهة الشمالية فيها لأنها أعلى من موطني الكعبة أقبل على راحلته أي ناقته واسمها القصوى وكانوا يسمون رواحلهم ويفركون بعضها عن بعضها الآخر مردفاً أي قد ركب على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم خلف النبي أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه ومعه أيضاً بلال يسير معه ومعه عثمان بن طلحة من بني شيبة وكان بن شيبة معهم المفاتيح مفاتيح الكعبة وقد ورد أن المفتاح كان مع أم عثمان وأن عثمان طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر المفتاح من أمه فأحضر المفتاح وكانت أمه قد تمنعت ثم قال لها إنه رسول الله وإن الأمر بيده وإن عطيناه عن طيب أو أخذه عنوة فأعطته ولدها ليعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح له باب الكعبة فصلى فيه ثم نزل قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فرد المفتاح إلى الحجبة سموا حجبة لأنهم بأيديهم مفتاح الكعبة يحجبون من شاء عن دخول البيت قال أتى على ناقته حتى أناخ في المسجد وكما تقدم أنه لم يكن في المسجد سور ولم يكن فيه بناء إنما هو الكعبة وفناء حولها ثم بعد ذلك البيوتات بعد فناء الكعبة الذي يطوف الناس فيه وكان فناء الكعبة على أقل من ربع صحن المسجد في وقتنا الحاضر وكان البنيان بجوار هذا الفناء فأتى بناقته فدخل بين البيوتات حتى أتى الفناء فأناخ ناقته بمعنى جعلها تبرك على الأرض عند البيت بجوار الكعبة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة الحجبي من بني شيبة فأمره أن يأتي بمفتاح البيت مفتاح الكعبة فأحضر عثمان المفتاح ففتح باب الكعبة للنبي صلى الله عليه وسلم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ومعه بلال ومعه أسامة بن زيد ومعهم عثمان بن طلحة فأغلق باب الكعبة فأطال اللبثة في ذلك الموطن فلبث فيه ساعة أي جلس في الكعبة ومكث فيها وثم خرجوا جميعا وكان ابن عمر في أطراف المسجد أو في خارج المسجد فأتاه من أتاه وأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة وكان ابن عمر من علماء الصحابة وكان يحرص على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فذهب من ذهب إلى ابن عمر فقال له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة قال ابن عمر وكنت أول الناس دخل يعني أنه بادر حتى يدخل بمجرد خروج النبي صلى الله عليه وسلم على أثر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد بلالا لا زال في الكعبة وكان قائما بين البابين من وراء الباب يعني من وراء باب الكعبة فحينئذ سأل ابن عمر بلالا رضي الله عنه فقال أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة فأثبت بلال أنه صلى وحينئذ من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي في الكعبة وأنه كبر في نواحيها يقال هذا لم يعلم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم نفى صلاته بناء على عدم علمه بكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها وأما بلال فإنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد شاهده يصلي فرؤية المثبت التي بناها على رؤية وعلم مقدم على رؤية النافي وترتب على هذا أنه هل تصلى النافلة داخل الكعبة أو لا تصلى قال فسأل ابن عمر بلالا رضي الله عنه أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم باب الكعبة على ما هو عليه في مقامه الحاضر ولكن بناء الكعبة الداخلي تغير فقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع على ستة أعمدة ثلاثة في سطر وثلاثة في سطر وذلك لأن البنيان في ذلك الزمان يحتاج إلى أعمدة كثر وفي زمننا أو حتى في أعصر سابقة اكتفوا بعمودين فقط اكتفوا بعمودين فقط فسأل ابن عمر بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال بين الساريتين يعني العمودين والاستوانتين وذلك أراد العمودين المتقدمين قال صلى بين الساريتين التي على يساره إذا دخلت فجعل عمودا عن يساره وجعل عمودين عن يمينه وجعل ثلاثة أعمدة خلفه وكان البيت يعني الكعبة يومئذ قد بني على ستة أعمدة سطرين مما يدل على أن تغييره إلى عمودين كان من العصور الأولى ثم قال بلا ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل باب البيت خلف ظهره واستقبل بوجهه العمود الذي يستقبلك حين تلج البيت بينه وبين الجدار ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى من سجدة ولذا يظهر أنه قد صلى في أكثر من سجدة على جهات متعددة قال نافع وكان ابن عمر نافع مولى ابن عمر وهو ناقل علمه وأصله من من البربر قال وكان ابن عمر إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره يعني خلفه فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع تكفيه لصلاةه وسجوده وحينئذ صلى يتوخى أي يتحرى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه قال وليس على أحدنا بأس أي لا يوجد حرج إن صلى في أي نواحي البيت شاء أي في أي جهة من جهات الكعبة فهذا الحديث فيه عدد من الفوائد منها مشروعية الصلاة داخل الكعبة صلاة النافلة ولم يرد فضل بعينه في فضل هذه الصلاة وإنما مزيتها الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث ذكر شيء من أمور يوم فتح مكة وفي هذا الحديث أيضا الارتداف على الناقة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يردف وفيه طريقة دخول النبي صلى الله عليه وسلم لمكة حيث كان يدخلها من أعلاها وليس لذلك مزية بخصوصها وإنما دخل من ذلك المكان لكونه أسهل لدخوله وفي الباب مشروعية إغلاق باب الكعبة وفي الحديث أيضا إعطاء مفاتيحها للحجبة وفي الحديث الدخول بالدابة في المسجد وإن آخته فيه ما لم يخش منه تلويثا أو ضررا وفي الحديث أيضا أن الأمر بفتح باب الكعبة يكون لصاحب الولاية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بفتح باب الكعبة وفي الحديث أيضا إطالة المكس في الكعبة وفي الحديث أيضا أنه قد سمح للناس بدخول الكعبة في ذلك اليوم وفي هذا الحديث وضع الأبواب على المساجد كما وضع الباب على الكعبة وفي الحديث أيضا إغلاق الأبواب على الإنسان سواء في بيته أو في غيره فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أغلق الباب باب الكعبة وفي الحديث بيان موطني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة استدل بالحديث على جواز الصلاة بين السواري حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم بين سواري الكعبة وفي الحديث أيضا أن الكعبة من صلى داخل الكعبة نافلة فإنه يتوجه إلى أي جهة شاء بشرط أن يكون أمامه جزء منها يعني لو كان الباب مفتوحا فإنه لا يصلي إلى جهة الباب لأنه حين الصلاة ليس أمامه شيء منها وإنما لكن لو أغلق الباب جاز له أن يصلي جهة الباب وفي الحديث أيضا أن الإنسان عند دخوله للمسجد أو خروجه يخرج ويدخل على وجهه ولا يحتاج إلى أن يعود القهقراء فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج واستقبل البيت بوجهه وفي الحديث من الفوائد أن ابن عمر كان يتحر المكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبا أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجت فمحيت فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم فقال أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهم الأزلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بالأزلام قط هذا إبراهيم مصور فما له يستقسم ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة قوله هنا عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى مكة وذلك في يوم الفتح في السنة الثانية أبى أي رفض وامتنع من أن يدخل داخل الكعبة لوجود الأصنام التي تعبد من دون الله تعالى فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأصنام فأخرجت من داخل الكعبة وقد ذكر فيها أعداد كثيرة أكثر من الثلاثمائة فأخرجت الأصنام ثم محيت تلك الصور ولم يبق فيها صورة وكان من ضمن الصور التي وجدها صورة إبراهيم عليه السلام وصورة مريم عليه السلام وحينئذ نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنهم قد أخطأوا في ذلك وذلك أن الصور من أسباب منع الملائكة من الدخول وأنهم كانوا يعلمون بذلك فقال أما هم يعني أهل مكة فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وكان من ضمن ما أخرجوا صورة إبراهيم وصورة إسماعيل في أيديهما الأزلام يستقسمون وذلك أن من عادة أهل الجاهلية أن يلعبوا لعبا يبنون عليها جوائزا لمن يدخل فيها فيفوز وتكون مبنية على الحضوض فمرة يضعون سهاما فيقومون بتوزيعها ويضعون على بعضها كلاما فيقولون ليأخذ كل واحد سهما ويضعون على بعضها كلمة عليه هدي وعليه ذبيحة وناقة ونحن ذلك ويجعلون الباقي غفلا لا كتابة فيها فمن خرج له السهم الذي فيه الكتابة لزمه أن يقوم بما كتب على السهم فكانت قد صورت صورة إبراهيم وصورة إسماعيل وقد جعلت الأزلام في أيديهما كأنهما يستقسمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله أي أولئك أي أولئك الذين صوروا إبراهيم وإسماعيل وجعلوا في أيديهما الأزلام وصوروهم كأنهم يستقسمون بالأزلام فقال والله لقد علموا أنهما يعني إبراهيم وإسماعيل لم يستقسما بالأزلام قط هذا إبراهيم مصور وضعوه في صورة فما له يستقسم لماذا صوروه على أنه يستقسم الأزلام قال ابن عباس ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت يعني الكعبة دعا في نواحيه أي أكثر من دعاء الله جل وعلا في نواحي البيت كلها أي في جميع الجهات قال ابن عباس ولم يصلي فيه وذلك لأنه لم يعلم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما بلال فقد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلم وشاهد صلاته في الكعبة قال ابن عباس حتى خرج من الكعبة وكانوا قد أغلقوا الباب وابن عباس خارج الباب فظن أنه لم يصلي قال فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة ركع ركعتين خارج الكعبة في قبل الكعبة أي في الجهة التي يقابل بها الكعبة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي القبلة يعني التي تتجهون إليها في أثناء صلواتكم ففي هذا من الفوائد الامتناع من الدخول في المواطن التي فيها أصناف وأن الأولى عدم دخول الإنسان على مواطن الأصنام وفي الحديث أيضا تطهير بيوت الله من الأصنام والصور وجعلها نقية من ذلك كله وفي الحديث مسح الصور ومحوها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث من الفوائد فضل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وفي الحديث من الفوائد تجنيب البيوت أن يكون فيها شيء من الصور لأن وجود الصور فيها يمنع من دخول ملائكة الرحمة والخير وأما ملائكة الإحصاء الذين يكونون مع الإنسان يسجلون عليه أعماله وأقواله فهؤلاء يبقون معه وجد الصور أو لم توجد وفي الحديث تحريم الاستقسام بالأزلام وأنه من المعاصي التي ينزه أنبياء الله عنها وفي الحديث الذب عن عرض أهل الخير والصلاحة وفي الحديث الدعاء داخل الكعبة وفي الحديث أيضا مشروعية أداء ركعتين بعد خروج الإنسان من الكعبة وفي الحديث أن القبلة التي يتوجه المسلمون إليها في صلواتهم هي جهة الكعبة فهذا شيء من الفوائد التي تستنبط من هذه الأحاديث بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله جل وعلا علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة اللهم يسل لنا النسك وهوينه علينا وتقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أمن الحجيج ويسل لهم أمورهم وأعدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين قد غفرت ذنوبهم ورفعت درجاتهم اللهم يا حي يا قيوم اجمع كلمة المسلمين في كل مكان وألف ذات بينهم وأصلح لهم شأنهم وأدر عليهم أرزاقهم وأصلح لهم ذراريهم اللهم وفقوا لا تأمور المسلمين لكل خير واجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاة اللهم وفقوا لا تأمرنا في هذه البلاد لما تحب وترضى واجزهم خير الجزاء وكن معهم في الخير والهدى هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أمين